. . . . . . . . . على الميل بوكس تعال مسلا على الميل بوكس تعال مسلا على يوزر اسمه تامر ده ممكن اعمل عايز اتعرف على دي اوكي وبص بص كده عليها بص حالو طيب اول حاجة تعال الاول تاب اللي هي الجرنال تاب بيقولك اسمه ايه الميل بوكس اسمه تامر في اي او في ال او اللي اسمها يوزرز اللي عالدومين اسمه اتش اس دات كوم لاصت لوجن عمل لوجن بتامر في كم ايتم الميل بوكس ده في ايه تمانية ايتم حجمهم تمانية وعشرين كيلو هو معمول له اصين على اني من بوكس داتا بيز السيلز داتا بيز انا عملت له اركايف لا مالوش اركايف وهتكلم يعني اركايف موديفايد امتا موديفايد يوم اربعة جولاي الساعة كذا الوقت الفراني الالياس ايه الالياس تامر طيب عندي انا اوبشن اسمه هايد بمعنى دلوقتي انا انا نفطلت مسلا مدير الشركة ممكن مسلا يقول لك ايه انا مش عايز ابان فلتلوب الادرس لست بحيث ان ايه مش اي حد يبعثلي ميل اللي هيبعثلي ميل اللي هو عارف اسمي او الاكاونت بتاعي ات الدومين هو ده اللي ايه حيبعثلي ميل وانا مسلا اعمل له ميل مختلف عن بعين الناس فيقول لك معانيش بعد اذنك اعمل لي هايد من الكتشينج ادرس لست بمعنى انا مسلا داخل بيمين افترض داخل اه بلاش تامر ده او مسلا داخل بتامر او اتش اخش بسا بيوزر اسمه احمد احمد ده دخل فعايز يبعث ميل حيقول له تو ماشي وعمل سيرش على تامر لقاه تامر ات اتش اس دوت كوم طب لو انا جيت هنا على الميل بوكس بتاع تامر ده اوكي روحت اعمل وقلت له hide from the exchange address list يعني ما يبانش في ال exchange address list ما يبانش في ال listة يعني لما اجي اعمل تو هنا ما شابوش خالص اقول له اوكي انا كده حقفي ان الميل بوكس بتاع تامر ده انه هو يبانش في ال global address list طيب اي افتح تو عايش عامل سيرش تاني بص فيش خالص تامي مش باين لكن خلي بالك لو انت عارف الميل بوكس بتاعه او ال email address بتاعه الا لو انت عملت كده هو الميل حيروق له وعملت send لكن هو مش هيبان عندك في ال global address list طيب عايز ارجاعه تاني يبان حاجي على تامر ده اشيل الشيك بوكس بتاع ايه بتاع hide from exchange address list وقول له ابلو اي اجي اجي سيرش عليه تامر اعمل سيرش ياسف اعمل سيرش ملاقي فده option جايز يمفعك وجايز ما يمفعكش لكن عادة بيبقى صاحب الشركة او ال company general manager بيبقى يستحصل انك تعمله hide من exchange addresses لسبب معين بيجي مسلا في اي عيد الناس كلها بيهنوا بعض اوكي فالناس كلها ايه بتعمل ايه mail لكل الناس تقول users فهيبقى من ضمنهم مين صاحب الشركة فده غير مستحب فعش كده هو بيقولك ايه بعد اذنك شلني من global addresses عشان مش اي حد يبعث لي mail الا اللي هو عارف ايه ال email address بتاعي او اللي انا بتديله الكارت بتاعي يقدر يبعث لي mail انسان طيب ايه تاني هنا custom attributes انت عندك 15 custom attributes ممكن تعمل search بيهم بمعنى لو انت خدت بالك احنا لما جاني نعمل dynamic distribution group جاني قولنا احنا عادي نعمل search stop او تعال معاiques بص عليها مسلا ادي group قلت عايز نعمل dynamic group ماشي قلت عايز اعمل Hungry الناس اللي هما سكرين في اليكس عايز تحطها تعمل search على اي كنتينر اعمل filter على كل دومين او على قيوب عينه بص هو من دين حاجات ثابتة زي search على الريسيبيت اللي هما في الـ attribute مكتوب كذا او في الـ attribute مكتوب كذا او في الـ attribute 1 او 2 او 3 او 4 لحد 15 مكتوب كذا فين بقى الـ 15 attributes دول هما دول هما دول هما دول هما دول الـ attribute يعني ممكن اقولك ايه الناس اللي هما في الـ attribute واحد مكتوب Alex هما دول هما دول هما يبقوا اعضاء في الـ group اللي هي ايه الـ dynamic group اللي اسمها Alex group مثلا فانا عندي 15 attributes ممكن اعمل بيهم اعمل بيهم فلترينج يبقى انا كده قدرت اغطي اول تاب في الـ user mailbox اللي هو journal tab ادي اسم المالبوكس فين في اني او عمل لقد بأني يوزر في ايتمز ادي ايه وحجمها ادي ايه وهو معمول له assign على اني database ولو هو ليه archive database اسمه ايه وفي اني مكان وموديفايد امتى وإلز بتاعه وكذا اللي انا عايز اعمل له hide من global address اعلم على H-books طب تعالى ننتقل الاتاب التاني اللي هو user information user information و address and phone و organization و account بالمرة دول هتلاقيهم فين دول هتلاقيهم في active directory يعني لو انا جيت كده فتحت جيت على مثلا ال user اسمه انا كده اتفتح active directory ابص على تامر ده تامر ده اهو حتلاقي ال address organization account profile telephone هي دي هي اللي هناك بالزبط يعني لو انا هنا عملت edit هنا هايزهرلي في الايه في ال exchange والعكس صحيح لو انا عملت هناك edit في ال exchange هايزهرلي او هيسمع في active directory database فسواء من هنا او من هنا في ال اثنين واحد ال user information او او ما ايجب او 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 اقول له هو فين في اي حتة مكانه فين في اي ستريت ادرس في اي سيتي اقول له كايرو في اي ستيت او بروفينس البوستر كود ايه مثلا هو في اي كانتري اقول له في ايجيت انا ممكن اسرش على اي حاجة من دول انا بعملها ديتا عشان بعد كده ممكن اسرش في الاكتف ديكتري على كل الكلام ده ��زنس موبايل البيجر موبايل البيجر موبايل الكه انا عايز اواريك حاجة بس بعد ما خلص الان 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 مدير مدير الان 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 كذا التاب دي و دي و دي كلهم هلقيهم في ال Active Directory سواء انا عملتره edit من هنا عملتره edit من ال Active Directory في الاخر انا هلقيهم في حتة واحدة يعني لو انا جيت مثلا قلت Apply انا في ال Exchange هنا مثلا اه في ال address مثلا ايه الموبايل او ال home او ال pager ما فيش ارقام لما انا واحد ال Active Directory ادي ال Active Directory بتاعي حلو و جيت على ايه ال Telephone Number ممكن ايه لو انا هنا حطيته او ال Telephones اخد بالك الموبايل بتاعي 012 2199 2192 لو حد عايزه Apply اوكي انا عملتره في ال Active Directory روحي ال Exchange هتلاقيه ايه تسمع في الاخر كله بيرمي في ايه container واحد طيب هنطلع صلنا بره ال Exchange Course بص ده Active Directory بتاعي خد بالك ممكن اعمل كده اهو اقول له find find دي معناه ان انا ايه هسيرش في ال Active Directory هسيرش في ال container بتاع domain partition هقول له find انا عايزة find مين a find user او ال contact او ال group اللي في ال domain اسمه ايه اتش اس او ال user او contact او group اللي في الايه اللي في الايه اللي في الايه اسمه كذا بص ممكن اسيرش على مستوى كل الدومين او على مستوى الايه اللي ايه الفلاني اقول له هايزة search على ال user اللي هو الموبايل number بتاعه هو بالضبط exactly 0122197292 find now لقى مين tamer اوكي يبقى خلي بالك انا بس حبيت اطلع على سنة براكورس اقول لك ان هي في الاخر زي ما احنا قلنا في الاول هي كل حاجة في مبين ال exchange وال active directory database عشان كده الاثنين مبنين على بعض او الاثنين بيعتمدوا على بعض اعتماد كلي والاثنين بيسمعوا في بعض فسواء انا عملت موديفكيشن من ال active directory هيتسمع في ال exchange والعكس صحيح انا لما باجي هنا هو احط values احط values هيتسمع فين في ال active directory ال active directory طيب تعال بقى نروح نبص على حاجة ال exchange اول حاجة عايزة بص عليها هي ايه ال mail flow settings مثلا او تعال كده نبص اول عليهم كلهم بعد كده نرجع نبص على واحد واحد فيهم عندي فيه كمتاب 1 2 3 4 5 6 لسه مجناش كم بوه اول واحد ال mail flow settings ثاني ال mail box features الثالث ال calendar settings الرابع الممبر اوف دي هو عضو في اني جروب تانية اميل ادرس بتاعه ال mail box settings طب تعال الاول نبص على mail flow settings اول حاجة تعال فيها نبص على delivery option ايه فكرة delivery option بص معايا جده انا داخل انا واقف على مين من بوكس بتاع مين بتاع تامر طيب في options ايه في options ان انا اعمل delegation يعني اوكل لحد ان هو يسند بالنيابة عني دي احنا بتسميها send on behalf send on behalf خبالك ان انا كل اللي هتكلم عليه ده ده daily tasks اللي انا ممكن اعملها يبقى انا كده ركز معايا انا فين انا كل اللي عملته قبل كده عملت exchange setup بعد كده عملت database بعد كده عملت recipients حابده دلوقتي ايه هبص على ايه ال properties بتاعت مين recipients اللي عندي فاول حاجة انا هبص عليها ال ايه properties بتاعت مين mailbox بتاعي طيب اول حاجة عبص عليها احنا كلمنا عليها اللي هي general tab user information انا معيش انا بعيد وزيد تاني عشان انت تبقى ايه معايا وعارف احنا اخدنا ايه و احنا فين وباقي ايه بالزبط و ال address and phone و ال organization و ال accounts ال tabs دي كلها في active directory wizard او console ممكن اعمل edit و هتسمع في exchange او بالعكس هي ممكن اعمل edit في ال exchange وتسمع في ال active directory تعالى نروح لل mail flow settings اول option فيها حاجة اسمها delivery option بص عليها كده عندك في حاجة اسمها send on behalf ايه هي send on behalf send on behalf هي فاكرتها ان انا ممكن aground permission ده لواحد بمعنى ثامر ده طالع اجازة 10 ايام طالع مثلا عنده كورس في اي دولة في يوروب او في اي حتة اي دولة عربية طعم العشرة ايام دول هو ممكن يوكل سكرتيرته ان هي send on behalf love thamer بمعنى بص معايا مثلا طب تعالى نعيش في live نفترض انه تامر ده عنده سكرتيرا newmanbox user السكرتيرا مثلا اسمها سعاد نحاول ادي امثلة كتيرا عشان نعيش كالانا في live environment واحنا فعلا دم the machines life سعاد دي معايا في sales هو sales manager وهي sales department سعاد دي سكرتري كل الفكرة انا حاجة على tamer properties برضو حرجع اكملها في delivery option ممكن اعمل ايه تامر ده وهو طلع طلع عجازة عشرة ايام حيدي سعاد permission دي اللي اسمها send on behalf ان هي تقدر تسند بنيابة عنه add حاجة على سعاد اقول اكده سعاد معايا permission معايا permission ان هي تسند on behalf tamer تركز معايا كدا وسكده سعاد معايا permission ان هي تسند طيب جميل يبقى كده نفترض ان تامر عايز ايبعد حاجه للايمن ركز معي ان تامر عايز ايبعد حاجه للايمن طبعا تامر ده مسافر ايه اللي هيحصل سعاد هتروح من ايه عاملة كريشن للايه للمسج او عاملة نيو مسج و هتبعى تسند للمسج من تامر لايمن ايه سعاد ما هي الا وسيد ايمن هيجينه مسجل و ايه سعاد سعاد تامر يبقى هيعرف ان تامر في اجازه و سعاد بتسند بالنيامة عن تامر يبقى دي برميشن تامر موكل سعاد ان هي تسند طيب الميل اللي هيجي هيجي لتامر طب تامر ده مسافر ممكن يعمل ايه يقول الميلز اللي جاية لتامر دي هو هعملها فورورد ليمين هعملها فورورد لسعاد لسعاد اركز معي الميلز اللي جاية فرود لو ايما بيبعت لتامر او هيسي بيبعت لتامر او اي حد بيبعت لتامر الميل ده هيروح فين حيخش في الامبوكس بتاع دامر ممكن انا اقول ايه انا كده كده مسافر انا ممكن اعمل فورورد اي مسج جيلي لا يلف وروح لمين للشخص اللي فيه في الفورورد ده سواء سعاد او هيسر او محمد او اي حد طب عندي اوبشن طب كده لما تامر ييجي من السفر حلو بش عارف ان جاله ميلز بدام هو على الفورورد للميلز اللي هي بتجيله على مين على سعاد لا عندي اوبشن اسمه ايه اسمه دليفر ماشرس لان او مين بوكس يعني الميل اللي هيجي هو اه حيتفورد على مين على سعاد لكن بعد اذنك انا كتامر اخب منه صوره يبقى دليفر ميسج لان او مين والمين بوكس نفسه بتاع مين بتاع تامر موضح اكتر موضح تاني انا ممكن اعيد للصبح ما عنديش اي مشكلة تاني انا واقف على ايه على المين بوكس بتاع تامر اوكي في اوبشن اسمه send on behalf ده بق برميشن ممكن انا اديل اي حد ان هو يسند بنيابة عني فتامر ده عامل ايه اده البرميشن ده لسعاد ان هي تسند بنيابة عنه طيب عندي اوبشن تاني اسمه فوروردنج ادرس يعني لو انا مسافر لو انا مش عايز اي مين يجيلي انا ممكن اي مين جاي اعمله فورد على واحد تاني على مين بوكس تاني ده اوبشن جايز ينفعل و جايز لا طيب في الحالة اللي انا فيها حالة دوقتي انا مسافر انا كتامر مسافر وموكل سعاد ان هي تسند بنيابة عني لكن في نفس الوقت الميل اللي هيجي هي مش هتشوفه عشان هو هجيلي انا في الميل بوكس بتاعي طيب انا ممكن اعمل حاجة حلو قوي الميل اللي جاي اللي جاي انا اللي جاي التامر حلو انا هعمله فورد على مين فورورد على سعاد يبقى كده معناها الميل اللي هيجي انا عمل بولوسي عندي اللي هو اول ما يلق هيلف ويامرك ويروح لمين ويروح لإيه لسعاد طيب انا عندي مشكلة انا كتامر الميل مش هجيلي هيروح عطول لمين لسعاد لأ انا عندي هنا option بيقول deliver message to post الفوروردنج ده ومين والميل بوكس نفسه اللي هو بتاع تامر يبقى سعاد هجي لها صورة وانا هجي لصورة بحيث لما أرجع من الأجازة هعرف ايه الميلز اللي جات لي واللي هي بطبيعة الحال هصل لها فورورد لسعاد وهي ردت آلة ايه طيب عندي option اخير اسمه recipient limits اللي هو maximum recipient طيب ده هيفيدني بايه ال option ده يجمل لك ايه احنا عندنا مشكلة في الشركة اللي هي ايه واحد مثلا بيحب يهزر يجي على الصبح يبقى على فيديوز لكل الناس يروح جاي على ايه عجال يعني مثلا ايه يعمل كده هوا سي مثلا حلو نعمل كما نحن نقصي كما نحن نقصي وقف من نظر يجي على الصبح يجي على صبح يجي على صبح فلان وفلان 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 يعمل كنترول ويدوس على كل الناس مسلا ويروح بعد ايه دوق اللهم يروح عايل ايه تو افتد مسلا دول كم واحد دول متين واحد ربعمية واحد ويروح عايل اوكي ادل ادل ايه مسج وتروح ويروح عايل اصبع عليهم الصبح طبا كده بالنسبة لنا ده بيعمل ديجراديل للايه بيرفورمانس كده عندي الاكشينج بيعمل ايه بيمانج ميلز كتير وفي الاخر ماش لازمة يسلس يعني طيب انا وقت اعمل مسلا بوليسي اقول ماكسيمم ان انا احط هنا هو اربعة فقط ريسيبيانت طب اعملها ازاي اجي على التامر ده اقول ماكسيمم ريسيبيانت خمسة يعني ماكسيمم ريسيبيانت بير مسج خمسة يعني انا ماكسيمم ماكسيمم انا كتامر ده حلو انا كتامر من حقي ماكسيمم اخطار خمسة خمسة ريسيبيانت من دول فقط لغير اهو اعني كده كده قام وعدية ده اربعة خمسة محسن ده عشان تحسن ده مكرر مرتين ماشي خمسة في المسج الواحدة ماينفعش ابعت لستة ريسيبيانت في المرة واحدة ماكسيمم خمسة لو انا جيتها هنا عملت ستة مش هيرضى اللي ماكسيمم اقوله اقوله سند اقوله سند حديني ايه ار يقول لي معناش انت بش مسموح لك اكتر من مين اكتر من خمسة ليسيبيانت ماكسيمم بير مسج النتيجة ايه تبعت لخمسة فوقت واحد طيب تحب نجرب موضوع سعاد ده تعال نجربها تعال نجربها تعال نجربها طيب ايه تاني اي ميل هايجي لتامر هنروح لمين لسعاد تعال نجرب ونشوف احنا ويهاف تايم وممكن نلعب زي ما احنا عايزين طيب نقفل الكلام ده نقفل مسلا لوقتي بص معايا انا هلوجن بمين بسعاد سعاد معايا ديليجيشن ان هي تسند ام بيهاف تامر نيو اوكي طيب طو مين اول حاجة انا عايز اقول انا كسعاد انا هسند ام بيهاف مين تامر هنا في option اقول له show from اظهر لي الايه الفروم اللي هنا اوكي انا كسعاد هسند ام بيهاف تامر طبع لازم اكون انا عامل ايه ال option ده ومخلصوا لي مين الايمن يبقى خباك انا فاتح هاني من بوكس سعاد وعملت كريشن المسج وظهرت الايه الفروم قلت انا هبعت من تامر الايمن محسن اقول له ايه the papers is ready to be signed هو ايه الفكرة؟ تامر هو في الاجازة كلم سعاد وقال لها بعد اذنك ابعات الايمن ميل وقال له ان البرق جاهز على التوقيع راحت هي فتحة المين بوكس بتاعها وعملت كريشن المسج وقال لها ايه الفروم تامر اللي هو رئيسها تو ايمن محسن اللي هو العميل قال له ان ال papers ready to be signed واحد عملة سنت طيب انا هقفل وحروح حشوف هلوجم بمين بالعميل اللي هو مين ايمن ايمن راح فتح المين بوكس بتاعه ولقى ان فيه مسج جاي من مين من تامر بتقول ايه the papers is ready to be signed سعاد on behalf of tamer اه يبقى كده سعاد بتسند بنيابة عن تامر اه ده تامر في اجازة وهو اكلفها ان هي تبعد ايه الميل ده تقول لي ان ال papers جاهزة عشان اعمل signed طيب راح عامل ايه بعت ريبلول وقال dear tamer اوكي اوكي we will sign on the contract next sunday اوكي اوكي ورا عامل send اوكي 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 egen انا اريضي ار離 ارحم موضوع اوكي انا اريضي عامل فرض لمين لسعاد لكن ليس عامل الامر الميل اللي هي Direct انا اخذ منه ساعجله برضو لا ده هو هروح عطوه على مين? على سعاد. طب تعال ابص كده معلش ارحت عب شوية معاكم. امن ده خلاص عمل ريبلواي. هروح اخش. بتامر. اشوف الميل الايمن عمل عليه ريبلواي جاله. لا والله لسه مغالوش. مش اي حاجاته خلص من ايمن. طيب معلش انا عمل. اخش اعمل لوجين. بسعاد. خبالك ايمن عمل ريبلواي. من ايمن محسن لتامر. لكن في فورورد معمول على مين? على سعاد. فسعاد طبعا شافت الميل ده ان ايمن محسن ده قال لها اوكي وراحت رفع سماعة التليفون مكلمها مستر تامر قلت له اوكي ده احنا بازن الله مستر ايمن بعادت لي ميل ان هما بازن الله حي ساين الكونتراكس نكست صنداي. صنداي. طيب تعال نبص على اوبشن تاني. طبعا نخلي بالك لو انا كنت عملت هنا جدا الابشن ده. اللي هو. ده. كان ايمن يحصل? لما ايمن يبعت ميسج. هيروح صورة. لسعاد بحكم ان انا عامل فوروردينج. وهروح صورة المين. اللي ميبوكس بتاعي. بتاع تامر. اوكي. هشيل الفوروردينج ده خالص. وانه ابلاي. اوكي. 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 لحد الوقتي. انا مش ظاهر قدامي ان انا ممكن. اوكي. اللي بين حاليا انا ايه ممكن. اوكي. لأ. انا ممكن. كالمجاجتيت. اخلي ان تامر ده مكسم. يبقى مثل حجمها. اكتر من كده ممكن اقول له او خليه مثلا واحد ميجا نفترض مثلا ان تامير ده مزعج شوية يعني ايه مزعج شوية يوزر عندي في الشركة مزعج شوية بيحب الصبح يبعد فيديوهات وحاجات مندي واغاني للناس بيبقى ايه مسحيته كبيره شوية انا كده انا ممكن اكبره انه هو وماكسمم المسج اللي هو بيبعتها واحد ميجا يبقى ماكسمم ascending size يبقى واحد ميجا وماكسمم receive size مثلا واحد ميجا ده طبعا انت عايزه استخدمه مش عايزه مستخدمهش لكن ممكن يبقى يبقى ده طوق انه جاء بالنسبة لك بالنسبة لشخص اسمه ايه تامر ده اللي هو بزعج عندك انك تمنع انه هو يسند اكتر من size ده او تمنع انه هو يرسيف اكتر من size ده يعني ممكن يبقى هو ده الحال بالنسبة لك اللي انت عايزه طيب ايه تاني المسج دليفري ريستريكشنز ايه هي تعالى بص عليها باي ديفولت الميبوكس اسمه تامر ده بيأكسبت منين من كل الناس اي حد يبعد اي حد يبعد انا ممكن اقول لا تامر ده ما يعملش اكسبتنس لأي مسج الا من كذا وكذا وكذا فبس انا ممكن اعمل اكسبت تاني اهو يبقى كده ممكن اعمل ان تامر ده يكسبت اي ميلز من مين من فلاني فلاني اللي هو مسلا احمد فقط لغير يبقى اي ميل غير احمد الرجل ده مش هيستلمه هيحصل له نعيد تاني او مش نعيد يعني انا عاد افهمك القصة دي عاملة ازاي باي ديفولت تامر ده بيأكسبت اي ماتشف من مين من كل الناس سواء ناس انترنالي ناس اكسترنالي مرتفر هم هم فين يعني ممكن يبقى ايه زباين واعمل في الشركة على نفس الانترنالي او ناس من برا لا انا ممكن احجم ان هم يستلم رسائل الا من الناس دي فقط لغير يبقى اللي هو ممكن يكسبت مين هم فلان وفلان وفلان بس اي ناس ثانيا لا ده اوبشن جايز ينفع و جايز لا طب امتى استخدمه مثلا لو كان عندي سكرتيرة سعاد يعني تعال نروح لسعاد دي سعاد باي ديفولت بتعمل اكسبت اي ميسج من كل الناس طيب سعاد دي شغالة ايه السيلز سكرتري يعني دي مسؤولة عن مين السيلز طيب اللي بيحصل ناس كتيرة بيبقى عمالين ايه يبعتولها ناس كتيرة عمالين ايه يبعتولها لا انا مش عايزة هي ولا تكنت في اي حد غير السيلز و ما تكسبتش اي ميل اللي من من السيلز فقط لغير عشان ايه تركز في شغلها فقدر قول ايه اه مين هم اللي هم ممكن يبعتولها مثلا السيلز فقط لغير اي حد غير السيلز جروب مش عارف ايه يبعتلها اي حد غير السيلز جروب مش عارف يبعتلها عندي اوبشن تاني اسمه ممكن قوله ايه accept mails from all senders تخلي بالك السيندرز دول لازم يبقوا ايه authenticated لازم يبقوا في الاكتشانج بتاعي يعني الميل بوكس ده مش هيقدر يأكسبت اي مسج ماشي من اي حد اوتسايد لا كده معناها يعني كل اللي هيبعتله ميلز لازم يكون معايا في الاكتشانج ويكون لي ميل بوكس في الاكتشانج سيرفر اللي عندي امتى استخدم الاوبشن ده انا بحاول برده اديك ايه كذا مثل مش انت برده انت ايه مستقش تقول اه ده اوبشن انا مش عايزه وبي ايه مش هستخدمه ايه ميل بوكس ده ده ممكن يبقى انفراجه لحد من سني اوبشن زي كده امتى مثلا ممكن مثلا اقول ايه انا مش عايز سعادتي تستلم اي مسج من بره خالص الميلز اللي هو يقولها يكون منين من نزمي لها فقط لغير يبقى انا ساعتها ايه مضطر تستخدم ايه الريكواير ان السندل ده يكون ايه او سنتيكيته فقط لغير من خلال اكي طب رجيكت مسج فروم مين فروم انا باي ديفورت برجكت مسج من مين من ولا حد يقولك ايه مثلا انا اختارد ان في عندي يوز اسمه ايسم عمال على عطول يبعت ليسعادتي رسائل الصبح اي حال نيوز مثلا عمال يغلس عليها عمال يعكسها لا انا 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 ممكن اعمل ايه ممكن اقول ان سعاد دي ماشي ترجقت ترفض اي مسج من مين من اه من مثلا من مين من احمد ته يبقى احمد كله ميجي الصبح يبعت ميل لسعاد هيحصل ايه اوتوماتيك ايه رجيكشن الميل بوكس بتاع سعاد دي مش هيستقبل من ايه الناس اللي فين اللي في رجيكشن ليست دي وبش هيستقبل الا من اين من الناس اللي فين اللي في الاكسيبتة ليست دي وبش هياخد اي ميل اللي لما يكون الناس اللي هم ايه اوسنتكيتد كل دي جماعة اوبشنز تنفعك ماشي اتنفعكش خلاص تنفع حد تاني دي بحنا كده خلصنا التاب الحلوة دي نرجع معناش انا انا بحب اراجع على لان انا ايه شرحته دمرة واحد ممكن ادي حق send on behalf لأي حد تاني ممكن افورورد اي ميل يجيلي لو انا مسافر يروح لفلاني لفلاني ممكن يروح وانا برضو اخذ منه صورة اوكي والمكسيم ريسيبيان بير ميسج يعني انا ممكن اعمل كريييشن ايه لمسج مكسيم ريسيبيان انا ممكن احطوهم في اوكي جديد الدو اد ايه اد كزا المسج المكسيم سايد ممكن يبقى للمينبوكس ده كزا والمكسيم سايد في برسيب اد كزا والمسج ديليفري فيتشر انا بايني فولت باكسبت اي مسج من كل الناس وبرجيكت من ولا حد لا ممكن اقول الميل بوكس ده اللي هو كتاع سواعد ده هاي اكسبت من الناس دي فقط لغير لانا ايه هعلم عليها سي مسلا ده وده وده فقط لغير اقول لي اوكي هو الناس دي وريكواير ان السندرس دول يجوا معي فين يبقى اثنتيكيتد يعني مسلا حسن ده لو انت خدت بالك حسن ده ايه دكرت حسن ده كونتاكت يبقى ده مش ايه مش اثنتيكيتد يعني اكشولي هو هيغم من مين من احمد وهاني وحسن حسن ده مش او مش اثنتيكيتد في الاكتف ديكت بتاعي فعشان كده الرجل ده حيبقى اكسكولودد معين ايه انا احطوا لك انا برضو ايه مش هستقبل منه طيب ايه ثاني انا بايد فولت برجقت من مين من ولا حد لأ انا ممكن اقول له ايه انا ممكن ارجقت اي ميسج من مين من الناس اللي هم في الليستة دي اوكي طيب المين بوكس فيتشر ده ثاني تاب ركز معي سهلة جدا 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 المين بوكس فيتشر انا لما باجي افتح المين بوكس بتاعي انا لما باجي افتح المين بوكس بتاعي عندي اكتر من فيتشر او اكتر من طريقة اقدر افتح المين بوكس بتاعي بيها نعم لو واحد انا ممكن افتح المين بوكس بتاعي عن طريق الاوتلوك ويب ااب كده افتح عن طريق البراوزر بتاعي افتح المين بوكس بتاعي زي كده بالظبط ده اسمه اوتلوك ويب ااب ايه مشكلة ممكن افتح المين بوكس بتاعي عن طريق الاكتف سينك ان انا اعمل configur للموبايل بتاعي ان هو يخش على مين بوكس بتاعي انسون ممكن افتح المين بوكس بتاعي عن طريق الاكتف ده ممكن افتح المي بوكس بتاعي عن طريق اللي هو الماكسوفت اوتلوك اللي هو ده افتح المي بوكس بتاعي اهو ممكن افتح المي بوكس بتاعي عن طريق الحاجة اسمها البوب سري ده بروتوكول انه هو اروح للمي بوكس بتاعي وادمو نلود المسج وحطها عندي لوكلي او الاماب فور الاثنين نفسي ليه الفكرة او اعمل اركايف المي بوكس بتاعتي ممكن ايه اخزنها او اخطها في ايه في ارشيف لما احتاجها ممكن ايه استطيعها تاني دي كلها فيتشرز دي كلها فيتشرز لو انا عايز حاجة فيهم لو انا اقل لو انا عايز اخش بال او تلوك وباب يبقى خلي الفيتشر دي انابل لو انا مش عايز الناس يخشوا او المي بوكس ده بالذات انه هو يخش عن طريق البراوزر يبقى انا ممكن اخلي ايه بوكس مسلا انا خليتهم ايه ان سعادي ماداش تخش عن طريق اللي ايه او اخلوك ويب ايب هلو اوكي اتش اس سعاد الباسورد ما عليش هو لسه مسمعش اعم بس بس بيخد لو وقت عشان بس يسمع بس مسلا سعاد او تلوك وباب اب اس كاننطلي ديسابلت فور ووزر سعاد شوف ديمن ضمن الميبوكس فيتشرز ديمن ضمن الميبوكس فيتشرز تاعد ممكن اعمل لها ديسابل ممكن اعمل لها انابل زي من اعايز ايس انا بنا عايز ركز معي عند كل الناس طيب تعال كده نبص عليها طبعا نفس الفكرة للأكتف سينك ممكن اعمل 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 نفس القصة لكن هو طبعا بيش نزع عندنا عشان كده انا ايه مش عاف اعمل اعمل ولا ولا انابل المابي ديسابل او ايه او انابل البوب سري الاي ماب الاركايف انسان كل ده بايدي ممكن اعمله عن طريق ايه تشل طب بص مثلا اشان برضو ايدي انا تمشي على الشل ممكن اقول ايه جيت ميل بوكس هاتلي كل الميل بوكس هاتلي كل الميل بوكس مثلا اللي فين اللي في الاويو اسمها تست هاندان واحدة اسمها تست على معظم اه فيها الناس دي كلها حلو ممكن اعمل بايبلاينج اقول له ايه ست الكاس ميل بوكس بتاعهم زبط لي انا هنا كده بكلم فين الكاس دي ميل بوكس معناها ايه زبط لي الميل بوكس فيتشر اللي في الميل بوكس بتاعتهم القوة اللي هي الاوتوب نعمل بوكس فيتشر اللي مش قامة الويب اب انا بم辦 ان تعلم بوكس كم تسرول فولس إيماء لأ البوب بركوبي إيمこの لأ أوكي أنا عیسف بردو سوف نغلط فالس تنظر بأمر واحد سأضغط على الناس مين الناس سوف نفتح هفتح الاختف ها هاني هاني و احمد و ايمد و هاني نبص على الناس دي اقول له بس رفرش عشان يحس بيهم احمد او ميبوكت فيتشر الاوة disabled البوب سري والايماب disabled هاني فين هاني Merrun disabled 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 كل الناس يبقى شفت أن انا ممكن استخدم wsp shout او Republican دع restauration مع اختبت تقول للناس طبعا حاجة طبعا تحفى تحفى يعني اوكي وانا معايشة الاسم يعني اي حاجة فيها يبقى $ false يعني لقى $ true يعني اعم انا كنت بغل بكتب disabled بدل false او true ماشي طيب يبقى حين كده خلصنا الميل بوكس فيتشر الكليندر ايه هي خد بالك انا لما جيت عملت ميتنج مع مين تعالى نبص مثلا على احنا كنا عملنا ميتنج من على مظننا من تامر الايمن اوكي طيب بص Because دخلت بال اوه أنا آه انا اودي اعمل انا عندي. حلو? ست كاس ميل بوكس. القوة اخليها اه عشان انا ترو. انا عملت القوة عشان هقفل دي. لسة بس معماشي هوا ريفرش كده عشان يحس. ابص كده على الايمن. يبقى الدنيا التاني عادي. شوف بقى امر واحد انا بعمل ايه? يبقى مهم جدا. ايمن. الباسورد. ودخلت. كنت انا عملت قبل كده. يوم واحد تفاكرين كم من شوية. بص الكليندر بتاعي. هروح ليوم واحد اغسطس. لان في ميتنج. طيب. انا كنت ساعتها عملت اكسبت. طب لو انا كنت عملت. هي مش بينها معلش. لو انا كنت عملت ساعتها او عملت ديكلاين. كنت برضو هلاقي الميتنج ده. اتحطي لي فين? في الكليندر بتاعت انا. صح? تاني. تاني. اعيد تاني. انا كايمن. كالي ميتنج ريكوست. عندي سري اوبشن. اما اعمله. اعمل 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 ابروفد. الاي صح? او تنتيتف سيبني افكر. او ديكلاين. انا مش هي احضر. اي اوبشن من الثلاثة? الميتنج ده? لأ طبعا ما عدا طبعا ايه? ديكلاين. الميتنج ده هيتحطي عندي في الكاليندر. طب هو ليه ما اخدش اذن ان هو يتحطي عندي ايه? في الكاليندر. ليه ما اخدش اذنك? تعال نبص. على البروبرتز بتاعت الكاليندر سيتنجز بتاعت الميل بوكس. انابل زا كاليندر اتندن. الاوكشن ده باي ديفولت معمول. معناه ايه? ان باي ديفولت. حلو? الكاليندر بتاعتي حضرة. يعني هي هتقدر تعمل بروسس. فاكرين الريسورس من البوكس. نفس الفكرة. لكن في الحلقة دي باي ديفولت الاوكشن ده معمول. انيبل زا كاليندر اتندن. باي ديفولت الكاليندر بتأنتند. بتعمل بروسس لأي اي ايه? بيرسورس و تعمل بوكس ايه اه نباة لو احديها. ماشي? طيب. و لونا كنت بعد الايمن ده. الك cylindرين نبص. وخلاص الميتنج على دي اتعمل وخلاص وخلاص ملي يحصل. الميتنج ده اليوم من الثانيوما هو مش حالي عند ايه؟ dataUCKALENDER. ليه؟ ان في ا個人 معمول باي ديفولت اسمه VII وهو constructive meeting requesting and responses. يبقى انا يوم اثنين تمانية هرجع ابص على يوم واحد كان عندي ميتك ايه مش هلاقيه ليه يعني فيه اوبش يقول ان ايه ريموف اول دي ميتك ريكوست اند ريسبونس طيب ايمن ده قبل لما يوافق قبل لما يوافق هلاقي الريكوست بي ديفولت عنده في الكالندر سواء وافق يعني دوقتي ايمن ده جالوا الايه الميتك ريكوست هو ولا عمل ابروف ولا عمل تنتيتف ولا عمل ديكلايند لو راح للكالندر بتاعته هلاقي ان فيه ميتك عنده يوم واحد تمانية طب هو ليسه ما وافقش لسه ما قالش سيدني افكر لسه ما قالش ديكلايند ليه ان باي ديفولت فيه اوبشن اسمه مارك نيو ميتك ريكوست اس تنتيتف اي ميتك يروح عندك في الكالندر واعتبره تنتيتف سيدني افكر حسن؟ ثابت عندي اتنين اوبشن اول واحد اسمه اهق ladd اي ميتنج انا اي ميتنج نوتيفكيشن انا حطيته في الديت ايتمز يحصل له ايه رموف يعني لو سي مسلا انا مسلا ايه اتبعث لي ميتنج ريكوست اتبعث لي ميتنج ريكوست ا 맞아 اامف وانا ر coughing فانا عنه احصل له ايه اي ايه 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 اعمل ايه الاوبشن ايش بروسس ميتنج ريكوست اوريجين جاهز تغاز музы بروسس ميتنج ريكوست آ بروسس ميتنج ريكوست انتصابي علي ميتنج اي اتبعث لي ميتنج ريكوست ميلي كميلي كميلي كبيرة لا غير. يعني ما يفعش حد من برا الشركة يبعت لي ميتنج ريكوست. انا مش هحطه عندي في كالندر. انا ما عرفش الناس دي. انا مش هتعمل معاها. لكن لو انا عملت الابشن ده وحد من برا شركتي بعتلي ميتنج ريكوست. انا ممكن ابدأ احطه عندي ايه في كالندر وابدأ اتعامل معاها. تاني نعيد التاب دي تاني. عندي كالندر ساتنز. باي ديفولت. الكالندر بتاعتي حضرة. يعني هي ممكن تعمل تعمل بروسس لأي ميتنج ريكوست واي كانسليشن اوتوماتيك. من غير ما ترجع لي. من غير ما ترجع لي. طيب. عندي اوبشن اسمه ريموف اولد ميتنج ريكوست اند ريسبونس. لو الميتنج ده عدى عليه يوم هيحصل له باي ديفولت ريموف. ليه ان انا عندي اوبشن بقوله ايه؟ ريموف اولد ميتنج ريكوست اند ايه؟ ريسبونس. طيب. لما انا عبعد ميتنج لحد الميتنج ريكوست ده هيتحطى عنده في الكالندر. سواء هو قال. اوكي. ما قالش اوكي. ما لسه ما قالش. هيتحطى عنده ايه في الكالندر. ليه؟ ان اي ميتنج ريكوست. الكالندر بتاعت الراجل ده اعتبرته ايه تنتيتف. تحت بند التفكير. لحد لما الراجل ده يأكسبت او ايه؟ ايه؟ يعمل ديكلاينج. اي ميتنج اتعمل من بره الشركة او حد من بره الشركة بتاعتي بيتعوني فيه. مش هيتحط عندي ايه في الكالندر. الا لو انا عامل ايه؟ الا اوبشن ده هو ايه؟ بروشن اتفقنا؟ طيب. اخر تاب. لا لسه فيه تاب تانية. او هنكلم عليها. اللي هي ميل بوكس ستنكس. ودي اغلبها احنا لسه هنتعرض لها قدام شوية. لكن فيها اجزاء انا هبص عليها دلوقتي. انا باي دفولت. ركز معي كده. انا انا اي من محسن ده. اي من محسن ده. اه لو انت خدت بالك اه بس هنعمل هو معمول له على ميل بوكس اسمها سيلز داتابيز طيب تعال معي كده نبص。 اقوم بعمل بس الافرش دي كل الاتابيسيز اللي عندي هي بس محتاجة اتعمل لها افرش اهي بقت كلها ماونتد تعال هبص على السيلز السيلز دي ليها المنتس معينة 10 ميجا 20 ميجا 25 ميجا اي من بوكس هيتعمل له او هيتخزن جوه السيلز ديتابيس هيمشي مع المنتس دي قضبنا عنه يعني عند كذا ميجا هيتبعت له عند كذا ميجا هيتبعت له او هيتمنع ان هو يسند عند كذا ميجا هيتمنع ان هو يسند و يرسيف اوكي ده الديفولت طيب لو كان اي من محشن ده هو السيلز مانجر فالليمتس اللي هي معمولة على التدابيس دي ما هتنفعوش وليلة جدا طيب سيدا انا اعمل ايه اروح على ميل بوكس سيتنجز واجه على الكوتا وهعرف انه بايت ديفولت بياخد منين ميل ديتابيس ديفولت يعني هو بيروح الميل بوكس ده بيعمل ايه بيورس الليمتس بتاعته منين من السيلز بيشت ديتابيس لكن انا ممكن اعمل اعمل اوفر رايت لليوزر ده هناك مثلا 10 ميجا لا هنا مثلا كان ميجا هنا مثلا 100 ميجا الورنينج هنا عند 100 ميجا هناك كان 10 ميجا ان هو يتمنع ان هو يسند عند 200 ميجا هناك كان 60 ميجا ان هو يسند و يرسيف يتمنع عند امتى على الميتة عن 600 ميجا لابcool يبقا كده انا انا بعمل ايه اوفر رايت للمتس اللي هو بيوريسها من السيلز ال Nations ذاتابيس عبردو كذا بقامت هناك ببعدول الميتواع بدلا 840 ديز حلية 80 ديز امحن ensity الاركايف كوتا هو لو هو انا با ديفولت ممكن اعمل اركايف طبعا ده انتكلم عليه قدام شوية انا ممكن اعمل ايه يبقى ليه اركايف من البوكس ارمي عليه بدل معي ارمي فايلز بستي الرول اساين بوليسي لو فيه معمول بوليسي اوكي للرول اسايمنت ممكن اخليها اخلي اه ايه اه محصن ده يورسها ويشتغل بها انسان يتبقى لي حاجة واحدة في الامتبوكس بروبرتس اللي هي الاميل ادرس الاميل ادرس ايه فكرتوا ده اميل ادرس انها با ديفولت عندي حاجة اسمها اميل ادرس بولوسي هو با ديفولت بيورس الاميل ادرس بولوسي بتاعت الشركة اللي هو يشغال فيها وهتكلم على دي باستفادة وليها حلقة خاصة لما نيجي للهب ترانسبورت احنا كده عملنا كافر بشكل بسيط وسريع وشامل لكل الميل بوكس بكده جماعي احنا خلصنا الميل بوكس بروبرتز وتعرفنا على الميل بوكس بروبرتز تابس وخدنا كل الفيترز اللي فيها وحاولنا ان احنا نعمل كل حاجة عملي طيب تعال ابص معي بقى على حاجة تانية لما اجي اعمل مرة تكليك على الميل بوكس نفسه الاقي اكتر من option حاجة اسمها enable archive حاجة اسمها disable remove لو عندك انت UAM انا ممكن اعمل من البوكس ده UAM عندي اجي اسمها new local move request new remote move request manage send as والfull access والsend mail والايه بروبرتز اللي احنا اخدناها وبصنا على تاب تاب فيها طبعا انا دي هشرحها مش دلوقتي انا هشرحها قدنا بشوي لكن برضو اديك فكرة يعني archive ارقايف يعني بالعربي ارشيف انا بخزن ميلادي القديمة حلو على يعني storage معينة زمان ابل اكتشينج افين وات وعشرة اوكي سوى افين وسبعة افين وثلاثة افين وثلاثة افين وفين بوينت فايف كنت انا بعمل ارقايف لال old mails بتاعتي على bst file ودي بتبقى مكانها فين local على الجهاز نفسه ممكن مثلا يبقى عندي mail مش قديمة بقى لها سنة 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 ثلاثة اربعة اوكي انا بخزنها locally على file bst اوكي وعمل لها backup and so on الخوف من ايه الخوف ساعتها ان لو كان ال hard disk اللي هو عليه bst file ده حصل له حاجة يبقى شكرا يبقى كل old mails بتاعتي خلاص حصلها ايه destroyed اتدمارت خلاص جاء لك لا اكتشينج 2010 جاي بحاجة اسمها ايه بfeature جديد اسمها archive انك ممكن تعمل archive تخزن حاجتك الاديمة اوكي على الاكتشينج نفسه ايه المزايا اللي هي هتقود عليها نمرة واحد ال archive ده مش عندك حاجة جهاز يعني جهازك لو حصل له حاجة مش مهمة ده نمرة واحد طيب ال archive ده على mailbox servers زي التدبيز الاعادية بالضبط طيب ايه الميزة ان انا كاملساتور باخد backup يبقى ال archive بتاع الناس ده بيتبكى نمرة اثنين انا ممكن اعمل high availability ما بين ايه ال database يبقى انا وصك ان حاجة الناس اللي هم رفعينها اللي هم عاملين عليها archive list still عندي 24x7 24 ساعة في السبعة تيان اوكي طيب وده باذن الله انا هتكلم عليه عملي اوكي كمان حاجة في الحلقه او اثنين اوكي وهعرف ازاي انا ممكن اعمل archive mailbox طيب عندي حاجة اسمها disable وحاجة اسمها remove تعال نبص ايه هي disable وايه هي remove خبه لك من حاجة حسن ده user user حصل له creation فين في ال container اسمه users في active directory طيب لو جيت right click وضطله disable بيقولك ايه وممكن فى ال database ان هو يتشيل انت عايز تشيل ميل بوكس ده يعني معناه ان انا ايه سأتضل ميل بوكس لكن still user حيفضل في ال active directory يبقى بكده ميل بوكس اللي اسمه حسن سيحصل له remove من ال ال database لكن الوزر اللي اسمه حسن سيبقى في الاكتف دياركتري ممكن بعد كده اعمل له من البوكس الثاني ارى شور طب تعال قبل اقول له شور او نو تعال نبص على اليوزر في الاكتف دياركتري هبص على حسن يوزر في الاكتف دياركتري طيب لما اجي اقول له ايس هو كده اشلي الميبوكس تعمين اعمل رفريش اجي في الاكتف دياركتري اجي على الدومين اعمل رفريش على يوزرز الاقي بردو حسن يبقى هو عمل لي ايه باختصار هو عمل لي شلي الميبوكس بتاع حسن لكن الحسن موجود عندي في الشركة موجود عندي في التاتابيز هي دي سيبل طيب ايه الفرق بينها وبين ريموف تعال على سعاد تعال نبص الاوي على سعاد دي سعاد دي اهي يوزر في الاكتف دياركتري تحت كونتينر اسمه يوزرز فسعاد دي موجودة في الايه اكتف دياركتري تحت كونتينر اسمه يوزرز طيب تعال على اكتشينج تعال على سعاد اعمل هتشوف هيقولك ايه الرسالة مختلفة المزط هنا تستطيع لميلك بعد المالبوكس يلاحظ في الم handmade الويندوز من الاتة التري إجراء دي مال أصوص ضرر ling set 鬋 مالبوكس من الاتة التريد يبقى الفرق ما بين Disable و Remove فرق كبير Disable هبصت remove اتشلل ايه الميل بوكس تعال عال اكتر ديركتري لا انا بس اعمل refresh او اعملت refresh اروح اليوزر انا مش لاقي خلاص سعاد دي تاني يبقى تاني معلش اعيد الحتة دي تاني الفرق ما بين Disable و Remove Disable سيريموف الميل بوكس من الاختر ديركتري لكن اليوزر الي هو اسوشيت مع الميل بوكس سيستيل فين في الاكتر ديركتري انما remove سيشيل البوكس سيشيل الميل بوكس من الاكتر ديركتري و سيشيل اليوزر اه اسف سيشيل الميل بوكس من الاختر ديركتري سيشيل اليوزر من الاكتر ديركتري طيب طبعا لو انا عندي Unified communication الابشن ده هيبقى معايا بالت هعمل enabled للا ايه للا يو ام على الميل بوكس ده بحيث يبقى universal ميل بوكس ممكن استقبل فيه فاكسات طيب تعالى نتعرف الفرق ما بين new local move request وال new remote move request طيب معلش انا طبعا عودتكم على حاجة ان اي option من دول انا بعمله حلو بعمله سلو ايه through command line اللي هي management shell تعالى مسلا على مين على احمد ده افتح management shell يعني بس كدير للصفحة قول له ايه اسف disable mailbox مين هو احمد قبلة are you sure you want to perform this action اه انا مشور ده احمد ماشي احمد ما يعمل refresh مش هلاقي احمد طب تعالى على tamir نعمله ايه remove remove dash mail box اسمه ايه من box انت عايز تعمله remove اسمه tamir برضو are you sure ايوه يبقى كده ايه tamir كان على بص لما اعمل refresh مش هلاقي tamir بص هنا كان في اكتر ده اكتر لما اعمل refresh user tamir مش هلاقي انا جماعة بحاول كل مرة اعمل الطرقتين management console management shell مهم جدا ايدك تمشي على shell عشان ارجع برضو اعدلك نفس الحاجة كل حاجة ممكن تتعمل بال management shell من management console معايا طيب تعالى نكمل ليه لكونا فيه اقول له نفترض انا عندي انا عندي database على اسمها hrdb على exchange 1 اللي انا اعملهم يعني والتست ممكن اعمل ايه الاسم اقول له اسمها مثلا ادين اي اسم وخلاص مشكلة انا انا بكتب كمية اسماء تست كتير فبنسل اسماء او بقعد افكر في اسماء كتيره طيب تعالى نقول مسلا ايه ادارة اسمها auditing database حال انا سيرفر اوكي هنا بيزهر اللي لاقيه exchange 0 1 انا ما عنديش اكتب من exchange طب تخيل لو كان عندي اكتب 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 كان وعيه حيبانوني ايه هنا طيب هعمل طبعا الباس طبعا الكم ده بنسبان لكله قديم فنش طيب بص مثلا هكريت يوزر يوزر اسمه مثلا مروه الباسورد الباسورد باسورد طيب ماكروسوفت طيب 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 في باسورد باسورد مروه وحوطة باسورد يبقى انا كده عملت مينبوكس اسمه مروه طيب مروه دي ثابت الهر وراحت فين اللي ايه القدد يبس هاته انا عايز اعمل ايه اموف ركز معي اموف الايه المينبوكس ده من الاتabet اللي اسمها ايه الاتش اار اود ديها ايه الاتش ار أليه ان كل تاتابيس من دول ليها كونفجراشن هي راهية الايه الات drama هي بقى هي اطبع عليها الاتص الخاصة ب burnout الاسن عملت واحد وانا اقري ها صاحب اق 즐قل وهنا عايز اعمل نيو لوكال موف طب ايه الفرق من لوكال وبين ريموت لوكال موف بص خد بالك اس ويزارت موف سيلكت ميل بوكسس تو اديفرنت داتابيز انت كده حتنقلها لداتابيز ادي مروه طيب هيكت فين? في الاتش ار طب انت عايز توديها ايه اني تارجد ميل بوكس داتابيز عايز وديه اني داتابيز ابروز يقول انت عندك الاودت في اكس وان عندك كذا في اكس تو وعندك كذا اكس سري هاجب لك كل الدياتابيز اللي فين اللي في اكشانج ارجانزيشن اللي على كل الميل بوكس سيرفرز وان اختار يبقى انا في الاخر كلمة نيو لوكال موف ريكوست انا ممكن اعمل لها موف منت لاي داتابيز على مستوى الاكشانج ارجانزيشن بتاعي على اي ميل بوكس سيرفر بتاني اقول له انا عايز اوديها للتارجد اللي هي ايه الاودت اقول له اوكي يبقى هي كتف اتش ار انا عايز اودي الاودت تابع معايا الشير كومنت طيب بيقولك ايه اوه اعمل موف لو فيه كوربتت ميلز جوه الميل بوكس بتاع ماروح اعمل ايه لو فيه بيسألك لو انا كي اقل الميل بوكس ده من اله اوديت داتابيز ولقيت ان في كرابتد ميلز جوه الميل بوكس ده اعمل ايه ممكن اعمل سكيب للميل بوكس ممكن اعمل سكيب منقلوش ماشي ممكن اعمل سكيب للميل بوكس لو هي قد الرقم ده يعني ايه بص انا بيقولك ايه إف كرابتد ميلز ار فاوند لو في ميلز او ايه ماسيجز جوه الميل بوكس ده فيها كرابشن سكيب الايه ميل بوكس يبقى ما تنقلوش سكيب الايه ميل بوكس ده ما تنقلوش طيب سكيب زا كرابتد ماسيج ماشي لو المكسيمم نمبر بتاع الماسيج تسكيب عشرة ماشي لا ما تعملش موف ما تنقلش لكن لو اقل من العشرة لا انقلو هاو قالك ايه إب زا ماكسيمم نمبر اف كرابتد ميلز از اكسيدد الرقم ده زا ميل بوكس will not be a موف موف اوكي في عندي اوبشن اسمه suspend this move when it's ready to complete اوكي يبقى ثاني الموفمنت لو انا رقيت كرابتد ميلز جوه الميل بوكس ده لا معنش اعمل سكيب ما تنقلش اعمل ايه سكيب ما تنقلش لكن لو لقيت فيه كرابتد ميلز اكتر من الرقم ده لا متنقلش لكن لو اقل من عشرة اه اكمل عادي و ادوني زا الفول الديفولت اللي هو سكيب زا ايه ميل بوكس next الترج الاتابيس اللي انا حقل عليها هي ايه audit db new مستمعي بقى على الpower shell new move request new الانيميل بوكس اللي اسمه مروة على database target audit database تعال نعملها بالشالة تعال نعملها بالشالة يبقى new move request اللي اسمها كذا تعال مثلا ايه مروة دي؟ حصل لها move طب هي ليه اخضر كده فيه حاجة خطرة فيها طب دي معناه اما ايه ده move request ده ايه اه move request ده بيديك ال status بتاعت ايه movement يعني بص بيقولك نفترض مسلا انا برقل مسلا ايه من بوكس حجمه خمسة جيجا ايه خمسة جيجا ممكن يقعد فترة يحصل له move حلو الكونسول ده تحت move request بيقولك الحالة بتاعت يعني هل هو لسه بندنج بيموف ولا هل هو خلص ايه هبصت بيقولك ايه مروة الاس مروة ده حصل له ايه والموف ده كان نوعه ايه local يعني على نفس ال ارجع تاني من موكس قوله رفش حلو كده خلاص انا ممكن اقول له ايه clear move request ده انا خلاص عفت ان هو نقل اروح من بوكس اعمل رفش شلي العلامة ايه الخضره هو لما ادني علامة خضره قلي معناها روح بعد اذنك بص على الموف request ده وشوف حالة الموفمينت ان انت كنت عاملها من شوية وشوف هل هو نقله خلاص وده على الهو لسه بندنج ولا 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 اوكي تعالى مسلا نعمل ايه البيكس جديد اسمه مسلا تمير تمير باسورد 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 تمير خليه على ال ال تحتاج نعمل ماشي. طيب. اقول له برضو كدير. انا عايز اعمل ايه? انا عايز اموف تامر ده. هو فين? لسه احنا ايلين من شوية كده. تامر ده. اممكن اعرف منين? اكي اعمل ايه على ايه? انا عايز اوديه على سيلز ده بيز. اعملها زي بالشل. اقول له نيو اسف. اقول له انا عايز اعمل نيو موف ريكوست. لمين? لتامر? عايز اوديه على تارجت ده بيز اللي هي اسمها سيلز دي بي. خد بالك. اللي ستاتس كيود. الاحق بسرعة بس. عايز ابص عليها. الاقي تامر عليها على مخضرة. اروح بص. ايفرش. الاقي تامر ايه? احصل لكو بريد. خد بالك ان هنا كان كيود. دي اللي ايه? اللي ستاتس. يعني لسه بيت نقل. بايه? بيت نقل. طيب. بص دي. جيت. 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 ميل بوكس. بص. ستاتس. اللي لحساب بتاعت الايه? الميل بوكس. اللي هو. هين. بتاع تامر? bern de.طورری되는 صاريات عن.ปرصو. بص ادان ايه? ادانى احصائيات خاصها بامل بوكس اسمه تامر. تامر للي وكذا هو بلون لميت لسه معدش الليمت وعمل امت اخر مره لوج ان تايم كذا طبعا نفس القصة ممكن اعمل clear move request خب الكتامر ده اهو حلس انا عملت على اي عمالية ايه موفمينت لما اجعل كده properties الافينت راح sales database طيب بص معي كده وركز تاني امال اي فكرة بقى ان انا اعمل new remote move request خب الك بيلك add a remote forest to the exchange management console remote node مش فاهم اكد دي غلطة يبقى هو قصده ايه قصده لما اجعل move remotely يبقى لازم يبقى عندي exchange organization في فرص تانية تاني انا لما اعملت local كمه ثوكل دي يعني ايه يعني انا ممكن اموف الميل بوكس ده على اي data base في نفس الايه exchange organization على اي ميل بوكس سيرفر تاني او على اي data base على ميل بوكس سيرفر تاني انها في حالة ال remote move request يبقى دي معناها ايه انا هنقل الميل بوكس ده على exchange organization تانية او شركة تانية او فرص تانية لازم يعني يبقى ايه ابقى انا شايفها هنا في ال console بتاع ال exchange اعمل لها اقدر اخش على ال console بتاعها remote اوكي طيب تعالي نروح لحاجة تانية خالص بصلا ممكن اعمل التامير ده syndrome او احبلك لكن طبعا دي عايزة ايه دي عايزة ان انا اكون عامل configure ل default client اللي هو Ls Outlook على الجهاز ده ساعتها هيفتح لي Ls Outlook application ويقول لي to tamer from administrator وقدر اعمله send للميل طيب ايه حكاية send as permission و manage full access طيب تعالا معي كده افتقرب بحاجة واحنا جايين نشرح الميل بوكس properties وجيت عملت properties كهنا في ايه؟ كهنا في حاجة اسمها delivery option send on behalf والله ايه الفرقة بين send on behalf وال send as permission وال full access permission بص معي كده بصدي مريق ق kills send as هيفتح طيب send as permission معناها ان انا حدى واحد send as المنموكس ده يعني مثلا هكارية هعمل هعمل هاتق هكارية هم المنموكس ده هاسم احطه على اي تاتابيز على سيلز ماشي مش هقولك لأ ده من البوكس اسمه ايه? هايسم طيب انا عايز ايه? نفترض ان مروضي السكرتالة بتاعتي انا ليها ميل بوكس وهي ليها ميل بوكس. لو انا عايز مروضة سند ام بيهاف هيسم يعني مروضي تسند بلياب عني حاجة عامل كده هو حاجة على ميل فلو ديفي اوبشن هقول انا همنح البرميشن ده لمين? لمروة باقت مروة بتسند ام بيهاف هيسم ساعتها لما مروة تبعت ميل بنياب عن هيسم هيباني الراجل اللي هو اه تلقى اه الميسج من من اه مروة هي ايه فوق كده زي ما احنا شفنا قبل كده ان مروة بتسند بنياب عن هيسم يبقى انا اعرف ان هيسم مش هغول او هيسم مش فادي او دي سكرتالة مين هيسم فعشان كده هي بتسند بنيابه عنه. طيب. اما بيه بقى قصة send as permission. send as permission لو انا قدت مروة send as يبقى هي هت send as هيسم. كأنها هيسم بالزبط. يبقى هي كده هايه هت send as هيسم بالزبط. فمروة لو انا قديت send as permission دي على المين بوكسو ده لهيسم لمروة اسف. معناها ان مروة ممكن تسند هيسم. طب تعال نبص ونجرب. هيسم ده send as permission. خبالك بص. ده معمول لمن؟ باي دفولت للسلف اللي هيسم. ان هيسم يسند بنيابه عن نفسه. معروفه. طب انا عايز ا اجرانت يوزر او جروب send as permission دي. اقول ا انا حدي المروة دي. ان هي تقدر. طب ممكن اعمل search. حد مروة دي ان هي تقدر تسند از هيسن اقول مانج خب بالك من الكماند اد داش اكتف دايكتري برميشن يعني دايكتري برميشن ممكن انا ادي سرول اكتف دايكتري ماشي لمن للهيسم ادي المين لليوزر اسمه ايه مروة اديها طبعا لو انت بنسبالك صعب جدا ممكن تعمل وتحطه في وبرضو حوليك حاجة حلوة جدا 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 كمان شوية جدا هتبص عليها او احنا فيها كده اهو ممكن اعمل لما اجلها وهي اعمل هنا كده فايل تكست اسميها send as 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 اسميها طب ايه اللي هيحصل كالتالي مروة دي هتلوجن مين مين بوكس بتاعها وهتروع عاملة new اوكي انا عايز اصهر ايه براك ان مروة معاها ايه send as اس مين اللي هيبعت اسميها لمين نقي اي واحد ونا سمجز اي من اي من كنترول كي هو اعمل لك اا check subject test send as permission خد بالك انا كده ركز معايا قوي ركز معايا جدا قبل كده كنت عامل كانت ايه الفكرة باجي على برضو مروة دي كنت مديها حق وقول وابعت ميل الايمن ايمن ده سيروح له ميل منين من مروة عطول اعرف ان هيسم ده اجازة ولا عنده مشوار ولا مشغول فمروة دي بتسند من خلال او بالنيابة عن هيسم وقول سند في الحالة دي لا دي سند از لما مروة هنبعت من هيسم هيروح لأيمن محسن قال لي احسن ايمن ده سيجي له ويقول له ايه ان هيسم هو اللي باعت مش مروة خالص في حين ان انا باعت من عند مين من عند مروة عشان هي معاها السند از هيسم سند هقفل واروح اه اسف ايه اه اخش على القوة الوجين بايمن بأيمن خد بالك مين اللي باعت هيسم على طول ومالفين مروة دي فيش مروة ليه؟ ان هي معها صلاحية هي بتبعت كأنها هيسم بالزبط بتبعت كأنها هيسم يعني انا مش عارف ان هي البعض هيسم هو اللي بعتني حيث هو الي بعتلي يبقى لو عايز ادي وفى الآغلب امتى اقولك تستخدم السنور دا السنور دا تستخدمه لما يكون عندك مثلا مانجر كبير ملوش في موضوع انه هو يستخدم الكوبوتر ويفتح الميل وان سوان فاسعاته بيحمل ايه؟ بتطلب منك انك تعمل send as permission من الراجل المانجر للسكرتير بتاعته عشان هي تبعد كل حاجة بدينابع عنه لكن بتبقى send as مش send on behalf انا بدي صلاحية send as permission لواحد على المينبوكس بتاع هاني ده او بتاع ماروة ده او بتاع دائمك whatever full access permission ده انا بدي صلاحية لأي واحد انه هو يبقى full access يعني ممكن يفتح المينبوكس ده يعني لو كنت كده هنا كده واحدة عامل كده right click full access انا حدي واحد full access permission على المينبوكس بتاع هايسم ده يعني هو ممكن يفتح المينبوكس بتاع هايسم ده ويبعد منه ويعمل كل حاجة ويعمل delete و manage هو هو كأنه صاحب المينبوكس بتاع هايسم ده ابص عليها انا حدي الايمن بص ايمن محسن ده حدي له full access على المينبوكس بتاع هايسم يعني معناها كالتالي معايش عامل بس يعني معناها انه ايمن ده لو دخل كده اهو وعمل اهه لوجن هو معاه معيش انا الحمسة هدول بس عشان هيبقى الدنيا فاضية ورائية هو معاه صراحية فول اكسس على ميبوكس بتاع عايسة هو باي دفول بمكن يفتح ميبوكس بتاعه ميبوكس بتاعه اي حاجة ممكن يفتح ميبوكس بتاعه ميبوكس بتاعه زائد ان هو ليه فول اكسس على ميبوكس يعني ممكن يعمل كده هو لسه بيعمل يعني ممكن هو ممكن يفتح اي كنتينر من عنده زائد ان هو ممكن يجي كده على اسمه يجي يعمل كده يقول له انت ممكن ت open من بوكس تاني طب ازاي يعني انا كيوزر ممكن افتح اي ميبوكس تاني اه من حقا لكن بشرط يبقى ليك صلاحية فول اكسس عليه فمثلا اي مادة ليه فول اكسس على مين على هيسة او اول اوبن بس ثانية واحدة هلا ماذا ليه ليه اكتبوا او 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 هنا يبدو أولاً ايه موصل علو عيسم و كده ايه ويفتح ولو المين بوكس أبدو انه مستطيع ان تقوم بفتحه بحاجة 10 سنة إذا كنت تقوم بفتحه طيب معلش انا عزم عمل حاجة الأول سعيد سعيد ايه 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 الاختامة ايه مقررة في Djos تبقى هيا الاختامة لا لو سوف ب أي أتش اس أي باسورد باسورد باسورد. بحسن. عيسم. طب انا معيش انا هتستمع واحد تاني جايزة انا هنا عندي انا حاجة مشكلة. ايه هاخلي مسلا هعمل ميت بوكس جديد. يكونش فيه مشكلة ولا حاجة. اسمه عمر. احطه على الديفولت بتاعتهم. اوكي. اعمل ميت بوكس تاني. سمير. واحطه على اي من بوكس. واجه على سمير. هعمل. لمين? لعمر. كده عمر معاه. اه اسف فول اكسس. على الميت بوكس بتاع مين? بتاع سمير. يعني انت اصدق. لو. عمر. دخل كده. ممكن يعمل. لوجين. بسمير. يبقى كان فعلا عندي مشكلة. في. اه. بتاع هيسم ده. اوكي. طيب. يبقى انا كده. جربت. يبقى كده خلي بالك ان اه. اه. انا كده فتحت. بتاع سمير. انا كعمر. ممكن اعمل ايه انا ايه. اعمل حاجة في الكالندر. الجسر اللي انا عايزه. اشير حاجة. افيو حاجة. اCre盤ز. ابص على الاسن ده. الانبوكس. كأن سمير ده اعبة بالزبط. مفيش جديد. انا معاي فول اكسس انا امانage. الانبوكس كامل بتاع سمير. كاملة مكملة. طيب. طيب. تعال معي بقى نبص على مهمة جدا جدا بالنسبة لي ابص عليها تعال ابص معي كده على حاجات مهمة جدا جدا وعلى اكتشينج 2010 اكتشينج 2010 جيه باثنين اكتشينج خاصين بالجروب اول حاجة حاجة اسمها public group والتاني حاجة اسمها moderated group او moderation او moderator حسب ما انت عايز ايه سميها سميها تعال الاول نتكلم على public group وايه فكرتها نفترض نفترض انا مسلا لوقتي بص معي كده عندي group اسمها news نيوز نيوز غروب نيوز نيوز اه ده فيه جروب اسمها نيوز جروب طيب احنا معناش انا اتكلمنا على البابل جروب في الحلقة اللي فاتت انا افتقرت المتدي لما جيت اعمل ايه النيوز جروب طيب تعالق اوليك حاجة تانية خالص بص معاي كده انجب نفس نفسك الخاص بالنسبة له الآخر . من القطر بالنسبة له الثربية انجب نكون الفيتي عارسية بين المتديم hic عن السريقة انا اط demekなんだ بزاهال في مختلف parlaves سconductواificarت ب pok na متنسبة بنفسك والعمل الانجب n, الوزار ما يقدر و تعمل اعتاد listened we know it is a workflow ومين الانر بتاعها ممكن يبقى فيه اكتر من واحد انر بتاعها مين اعضاء فيها ممكن اجي اعمل كده اقول ان هيسم عضو فيها ومروة وعمر اقول له اوكي ممكن طبعا اعمل 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 امبر فيها من جروب دي كده اقول له اه مششخص فلاني ممكن اعمل اد واد سمير ام وهي لا ممكن يبقى عندي لازم اعمل بازن او هو اللي يضيفني بايده وممكن هو اللي ايه اللي يعمل لي بايده وممكن يبقى الوضع عندي في حكاية لما اجي اعمل هيروح له مكتوب فيه ان فلاني كان عايز يعمل جوين للجروب دي وكان عليها باستفادة الممبر اوف الجروب دي عضوة في انا جروب تانية اميل ادرس هي اسمها اسم الاميل وهتكلم على دي على اميل ادرس باستفادة في حلقة تانية باذن الله الادفانست برضو دي اه اللي هي اوت اوف اوفيس باستفادة هكلم عليها برضو الميل فلو ستنجز مهمة جدا بالنسبالي الميل فلو ستنجز اول حاجة دي اهم تاب عندي في الجروب من البوكس اول حاجة المسج سايز ريستريكشنز الجروب دي تريسيب مسج اد ايه ماكسوم لو المسج اكتر من الرقم ده لا هيحصل لها ايه ده دروب الجروب دي مش هتعرف ايه تريسيب المسج دي طيب مسج ديليفري ريستريكشنز نفس الفكرة الجروب دي باي ديفولت بتاكسبت اي مسج منين من كل الناس لا ممكن اولا لا تاكسبتي من فلان وفلان 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 بس فقط لغير اي حد تاني يبعتلك لا اعملي ايه ريجيكشن طبعا الاوبشن ده بتاع ايه ده باي ديفولت كل السيندرز اللي هيبعته للجروب دي لازم يبقوا منعدي من دومين لو عملت كده يبقى ممكن ايه يستقبل من اي حتة من بره الدومين طب انا رجلت من مين باي ديفولت من ولا حد انا بقبل من كله ومعديش رفض خالص لاي حد اي حد اكي سيندرز اقل له اد انا بعمل ايه انا برجكت من مين الناس دي لو اي حد فيهم بعث لي اميل انا بعمل له ايه ريجيكشن طيب هي دي الفيشتر الجديدة اللي انا بكلم عليها اسمها ميسج مودريشن طيب انا حديك النظري بسرعة قبل ما نعمل عملي الفيشتر كلها انا عملت ميل او اسف عملت جروب اسمها السيلز وفيها هااااااامرز هيسم ومروة وسامير لو انا جيت كده عملت جروب انحلت في التو هبعد الميل ده للسيلز اااااااات احس دوتCOM ا partition ب Sea محتي الجديدة هيجي عندي للايه اي change إذا كنت تقوم بعمل الإيميل للميمبرز بتوع السيلز با ديفورت طيب قال لك عندك اوبشن تاني اسمه ميسج مودريشن إيه الفكرة الميسج اللي هي هتسند للجروب اسمها السيلز هافتو مي أبروف باي مودريتور الميسج أول ما تيجل السيلز ما تروحش على طول للإيه للسيلز ميمبرز لا في واحد الأول لازم يبص عليها وبعد لما يبص عليها يعمل لها أبروف لو هو أعمل لها أبروف تروح على طول لمين الإيه ميمبرز ممكن أقول إيه أي ميسج تيجي للجروب اسمها سيلز دي لازم تروح لمين يحصل لها أبروف باي مودريتور اللي هو الوسيط مين بقى الجروب مودريتور والمثلا هيسم هو ده الجروب مودريتور أي ميسج من أي حد هتروح للسيلز هتروح الأول يمين لهايسم هيسم ده هيبص عليها إما يعمل لها أبروف إما يعمل لها إيه ديكلاين أعمل لها أبروف هتروح اليمين للسيلز جروب ميمبرز أعمل لها ديكلاين خلص مش هتروح لها حد قالك لو أنت علمت على الأوبشن ده ومحطتش مودريتور ماذا سيحصل؟ لو ده أنت ساقية خلاية فاضية ومفيش أي مودريتور انت حطيته ماذا سيحصل؟ جروب اونر會 تحقيق ورصة أبروف قالك لو انت هنا محطيتش مودريتور ماذا سيحصل في الحالة دي؟ الونر هو اللي ايه اللي هيبقى في الحالة دي مودريتر اللي هو مين اللي هو في الجروب انفرميشن هو ده مقيبة واحد او اكتر من واحد اوكي يبقى تاني هروح للميل فلو سيتنس مسج مودريشن انا كده اقايل ان اي مسج تيجي للجروب دي لازم يحصل لها ابروفت باي مودريتور لازم فيه وسيط يعمل لها ابروف الوسيد ده احدده ازاي اول قاد وروح معلم عليه اقول اي من ده هو ده مودريتور طيب لو انا نسيت احط ايه مودريتور يبقى الجروب اونر هو اللي هيقوم بالدور ده وهو هيبقى ايه مودريتور في الحالة دي طيب هقول ان ايه ان مسلا اي من ده هو ايه مودريتور طيب بص مسلا نفترض ان صاحب الشركة رئيس ماكس زدارة بيبعث ميل للجروب دي هل الميل دي لازم يروح الاول لا هيسم لا هيسم ده مين هيسم ده صغير جدا هيسم ده مدير ده كالتاني صعب الشركة قال له خلاص قول لي بعد اذنك السندرز هو دونت ركوير مسج ابروفل قول لي مين اللي هو ممكن يسند وانا ما اخليش المسج بتاعته تروح لايه مودريتور دي على طول تروح لما ؟ للجروب ممبرز على طول هم مين مثلا ا عمر عمر ده مثلا هو رسم Darthrats ده اول ما هيبعد المسج بتاعه عطوره هتروح اليمين لكل الممبرس لكن اي حد تاني يقرأ عمر ده هتروح في المسج اليمين لايمن اوكي طيب عندي حاجة اسمها select moderation notification لو واحد من بره باعت لايه الجروب اسمها سيحصل ايه المسج هتروح ليمين لايمن الايمن الا لو كان اللي باعت ده عمر طيب راحت المسج ليمين لايمن ايمن ده هيجيله في اليمين بوكس بتاعه بيقول لك ايه ان فلان باعت ميل بيقول كذا 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 انت عايز تأبروف المسج دي لو انت عمل لها هتروح للايه للجروب بيمبرس لو انت عملتها مش هتروح للايه للجروب بيمبرس طيب لو انت عمل لها ايه عملتها تحب تبعت النوتيفكيشن دي للسندر اللي هو باعت يعني يعني معناها ايه لو انا عملت ديكلاين لأي مسج انا كده بالاوبشن ده هاختر السندر اللي هو باعتلي ان انا رفضت ان انا ابعتها للناس اليمين برس بتوعي ان ليه عليها تحفظ مثلا او عندي اوبشن تاني انا توفاي السندرس دي في حالة واحدة لو كانوا جوه شركتي في نفس الاكشينج ارجانزيشن بتاعي او انا مش عايز اعبر ايه السندرس ده انا عملت ايه ديكلاين وده بمزاجي وبرحتي اول أقول يباني كده ها عايزة أعرف حاجة إنه عمر ده لو بعت ميل هيروح هتول مين لكل الناس اللي هما ممبر في الجروب دي إنما لو أحد غير عمر هيروح لإيه مودريتور إسمه إيه؟ ايمن. طيب. عايز نبص على منبرز الاول. ايسم ومروة وسامير. تعال الاول نبص على ايه? اعمل معيش. بصي مسلا انا حبعد. من عمر. عمر ده اللي هو ريس ماكس الضارة. هقول ايه? عمر تو. الفرق بني دي. انا مش فاكر حقيقي انا عمل انواحدة فيهم. ايش انا هشوف برضو. انا عملت على السيلز. اه على السيلز بيش على السيلز جروب. او ورده عمل. او خليها تست. باي باس. باي باس مودريش. سند. طيب. هعمل لوكاوت. اخش بمين. سامير. ده من ضمن الميمبرز. لو دخلت بسامير يبعنا كده ايه? عملت باي باس للايه? مودريتر. ودخلت اعطوه بعد لهم ميل. طيب. عايز امص على حالة. لو نفترض. هاني. هاني ده دخل. شد هات كلها ديما. وعمل باعت للسيلز. بص. اقرأ كده. باشا سند و سيلز. ار مودريتر. ازاي مي بي رجاكتد. ار ديلايد. اوكي. موف ريسيبياند. يبقى هو بيديني. حاجة اسمها. ميل تيب. نوت. هابص. تست. مودريتر. سند. مين بقى المودريتر؟ ايمن. هروح ابص عند ايمن. هروح ابص عند ايمن. بص جمال بير لك ايه. مكشوف تكشينج ابروفل اسيستنس. اون بهاف. اوف هاني عبدالله. حل. هاني عبدالله ده. اسكد يو تو ابروف زا اتاشمنت. زا اتاشت. مسجد. هو هيبعت للسيلز. شفت انت كل حاجة. بصت على الاتاشمنت. ادي ليه. الرسالة. اوكي. عندك ابروف او رجكت. ابروف خلاص يبقى ايه تروح لمين. للجروب ميمبرز. رجكت. اسند الريسبونس لوقتي. حلو انا عامل نوديكيشن انا اختل بها سندر. فقلت لي مسلا ايه. لا. ابروف طبعا هتروح. لا. انا هرجكت. اوكي. خباك انا عامل ايه. لما انا عامل رجكشن. نوديكيشن. في نوديكيشن. لو انا عاملت ايه. يعني انت اصدق. لو انا كده. دخلت. انا دخلت. و انا عاملت. دخلت باهاني. نوديكيشن. والدخل. دخلت اختل. ناسين. انت كنت تبعد только . ما دخلت؟ دي حصل لها ايه. ماذا؟ يبقى غطينا المينبوكس الان كل التابس دي اللي حد اما فيه طبعا حاجات هاخدها في حلقات تانية وفيه حاجات هشرحها برضو فيتشورس مثلا معينة باستفادة في حلقات تانية وبرضو غطينا المينبوكس اكشنز اللي هي سند اس شرحناها ان انا بدي سند اس برميشن لساموا على المينبوكس اللي انواقف عليه نفس القصة فول اكسس بدي فول اكسس لسامون على الميل بوكس اللي انا وايف عليه بعمل لوكال موف بنقل الميل بوكس ده على اي تدباز على اي سيرفر ميل بوكس في نفس ال ايه ارجانيزيشن عشان كي اسمها لوكال موف ريكوست انما راموت موف ريكوست بعمل موف للميل بوكس ده على اي تدباز وزن الفورست انا تانية انا ايه بطرستاء طبعا رموف يعني شيل الايه من البوكس واليوزر من ايه من الاكتف ديركتري ديسابل معناها ايه شيل الميل بوكس فقط وخلي اليوزر زي ما هو في الاكتف ديركتري ماشي طبعا انا ممكن اعمل اركايف للميل بوكس ده على نفس الاكتشينج ديتا بيس واحكلم عليها بالتفصيل في حلقات جاية باذن الله وبرضو اتعرضنا للجروب ممكن اعمل لها نفس القصة ديسابل يعني ايه اشيل الجروب دي من الاكتف ديركتري من الاكتف ديركتري انا طبعا اخليها بابل جروب او اعمل لها وكلمنا على كل الكلام ده بالتفصيل طيب اخر حاجة اخد بالك انا كنت مقيمت شوية كده كنت عملت ديسابل لحد صح؟ ديسابل مش فاكل هايسم ولا المين موس مسلا لماكن للديسكنكتد ميل بوكس لماكن للديسكنكتد ميل بوكس الاقي الناس اللي انا عملت لها ايه ديسابل صح؟ كلها طب نفترض الناس دي رجعه تاني نفترض الناس دي انا عملت ديسابل للمين بوكس بتاحها صح؟ او انا او عملت رموفل اللي هي ميل بوكس بتاحها الناس دي نفترض ان هي رجعه تاني ايه الحل؟ رجعه تاني الحل التاحة ان انا اجي على المين بوكس ده طبعا انا ليا فترة لو انا خدت بالي بص الوبرايشن داتا بيز دي في الليمتز اي ميل بوكس حصله دليتت او دليشن هيقض عندي في داتا بيز قد ايه؟ تلاتين يوم هيقض فين بقى في داتا بيز؟ في الحتة دي في ديسكنكتد ميل بوكس تلاتين يوم اليوم من واحد تلاتين هيحصله بيرج هيمشي من هنا مش هتلاقيه طيب انا كان احمد ده موظفة تلاتين يوم في خلال تلاتين يوم من ساعة باشيانو انا ممكن اعمل ايه؟ اريكنكت الميل بوكس ده يعني على نفس الشخص يعني لو ماتشي اللي هو سين موجود يعني اجحوله هو او على واحد تاني جي مكان يعني افترض ان احمد ده مشي وبعد لما مشي رجع في كلامه او انا بعت له عرض تاني عرض شغل احسن من اله اللي هو كان فيه فرجع تاني بعد اسبوع او اسبوعين يبقى ايه؟ الميل بوكس ده موجود عندي وهيقعد لمدة ثلاثين يوم في دسكنكتد ميل بوكس ممكن ارجحوله تاني طبعا ارجحوله تاني بعمل ايه؟ بعمل حاجة اسمها كونكت كونكت على يوزر طبعا ايه؟ ميل بوكس؟ لو ماتشيج يوزر يعني يوزر بنفس الاسم اللي هو مين؟ احمد انا استيل احمد مدلتوش من الاكتف ده اكتري لو انا احمد ده ادلتو مش هليه في الاكتف ده اكتري او لو فيه مثلا واحد اسمه حسن جي مكان احمد ده خلاص اشتغل مكانه يبنى ايه؟ هرجع له الميل بوكس بتاع احمد ده بنفس الكنتنت اللي فيه نفس الرسائل اعمل بروز وارجعه الميل لحسن ده حسن ده هيشتغل مكان مين؟ مكان احمد اوكي؟ وقل له حسن في الاليس وقل له نكست كونكت اوكي؟ ماشي؟ ايه اللي هيحصل؟ لا ما جاء افتح الميبوكس بتاع حسن حلاقي فيه نفس الرسائل اللي كان ايه؟ اللي كان فيها ساعة ما احمد كان ايه؟ كان شرر اوكي؟ بعد كده بشكل بسيط خلصت جزء كبير من اتكلمنا على الميل بوكس اتكلمنا على سواء ايه ساتجروب او ديناميك جروب اتكلمت على الميل كونتاكت والميل يوزر اتكلمت على اتكلمنا على المواف اتكلمت على الميل بوكس اتكلمت على الجروب اتكلمت على المودار اتكلمت على البابل اتكلمت على انا كده الى حد ما متطمن هنا يعني ان احنا عملنا كفر لبوز كبير من الريسيبيانت ترجمة نانسي قنقر